السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة نحو الهدف الحقيقة احنا تعودنا ان احنا نتكلم مع حضراتكم في موضوع هادفة موضوع زو خيمة عالية جداً والحقيقة قبل ما ابدأ ان انا اكلمكم في الحلقة دي ده من جواي انا شخصياً انا بشكر القناة على انها فعلاً بتختار المواضيع الجوهرية اللي هي في الحقيقة بتفيد المجتمع وانا الحقيقة دايماً اتشد ساعة ما بيولغوني ويقولولي الموضوع بتاعها ايه انا هكلمكم النهاردة على اعظم انواع العلوم في الدنيا كلها هكلمكم على الاتيكيت اداب التعامل مع الاخرين تخيلهم الحقيقة كلمة ايتيكيت كلمة فرنسية واصلها الدعوة يعني بطاقة الدعوة في العصر الحديث جم لقوا ان لو هم عملوا فرح او عملوا مؤتمر او اي حاجة ممكن يجي اي حد وبالتالي يبوز الدنيا ممكن يبقى الموضوع خرج من ايديهم فعملوا حاجة اسمها بطاقة الدعوة بطاقة الدعوة دي علشان يبقى فيها رايحة لحدة معين بمواصفات معينة عشان يحضر يعني مؤتمر ندوة ايا كانت دي الفكرة كانت من قصة الاتيكيت لكن الحقيقة انا وانا هكلمكم النهاردة على الاتيكيت هكلمكم على الاصول الفنية والمهارية لالاتيكيت وهو المقصود بيها الادب الرفيع في التعامل مع الاخرين الحقيقة الموضوع دو موضوع خطير جدا وبقول لكم خطير جدا ليه لان اسلوب الناس في الحياة سواء في اي مكان على فكرة يعني في البيت في الشارع في العمل في الزيارات في اي مكان في الدنيا عادينا نتأكد اذا كان شعب معين متحضر ولا متخلف عادينا نشوف اساسا ناس مؤدبة وكلمة مؤدبة كلمة عامة انما الحقيقة احنا ممكن نتأكد جدا من اين اي انسان في الدنيا متربي ولا لا لو هو عنده اداب اللي احنا نتكلم عليها اداب الاتيكيت سؤال مهم جدا بيطرح نفسه هل احنا بنتولد واحنا عندنا الاتيكيت لا طبعا احنا بنتعلم الاتيكيت زي اي حاجة في الدنيا بنتعلمها اذا الاتيكيت هو الاسلوب الرفيع لتعليم ادب التعامل مع الاخرين طيب تعالوا بقى نبدأ حكايتنا مع بعض ونقول هل النهاردة الناس اتعلمت اي تي كيت مش عارف انتوا اللي هتعرفوا طيب بتعلمناها فين هل اتعلمناها من ماما وبابا جوه البيت من وحنا نصغيرين هل لما روحنا المدرسة علموهلنا في المدرسة مش عارف انتوا اللي تجاوب طيب لو الانسان ما تعلمش الاصول والاداب ديت وهي الحقيقة تمثل تسعين في المية من التربية اذا النتيجة ايه بقى النتيجة ان لو محدش اتعلم ده هيطلع من غير ما يكون طيب تعالوا نشوف بقى البداية تبدأ الزائد الحقيقة عشان نتأكد برضو من القصة دي ونبقى وثقين من اللي احنا بنقوله هقولكم على حاجة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها معايا اللي هي ايه اولا ان الاتيكيت والبروتوكول ماينفعش ان احنا ناخدهم في كورس زي الناس ما بتعمل امال ايه بقى لا اولا وقبل برضو ما ابدأ معاكم وفصر حاجات معينة ضروري جدا افرق لكم ما بين البروتوكول والاتيكيت لان اللفظين دول مرتبطين ببعض ولكن بكل اسف في اختلاط ما بينهم الاتيكيت زي ما قلت لكم هو ادب التعامل مع الاخرين ومع اسلوب معين الانسان بيتعلمه وكمان لازم يولد حاجة اسمها القناعة من واحدة صغيرين طيب انما البروتوكول هي الاجراءات اللي الانسان في وقت معين بطريقة معينة بيتعلمها علشان يقدر يتعامل في العمل او جا ما بيقوله الدبلوماسيين والرجال السياسة والاعلام وغيره بيبقى اسلوب معين في الاستقبال في المراسم زي ما انت بتشوفه كده الرؤساء لما يتعاملوا ازاي ده اسمه بورتوكول لكن الحقيقة هذا البروتوكول لا يمكن ابدا يكون مع حد مظبوط الا اذا كان متعلم حاجة اسمها الاتيكيت انا مش هدخل معاكم النهاردة في الجزء الدولي انه ما هتكلم على البروتوكول والاتيكيت العائلي تعالوا نمسك شوية عناصر كده لان الموضوع كبير والحقيقة يهمنا كلنا ويهمنا فين يهمنا في حياتنا كلها اول حاجة طيب احنا الحلقة بدأت ومعنا ضيف على الاتصال الاستاذ جورج اهلا وسهلا مستر جورج استاذ جورج الو الو مع حضرتك دكتورنا اهلا وسهلا بالنسبة لو سمحت حضرتك عايزين نتعرف اداب الاتيكيت والواحد راح يتقدم لوحده جميل حاضر شكرا للتقدم جميل جدا طيب مستر جورج قال حاجة انا حبدأ بيها عشان ما انسهاش اداب اه الذهاب للخطوبة اوكي مع مستر جورج اول حاجة حضرتك قبل ان انت لما تيجي تروح لاي حد علشان يعني تتقرب له او لازم يكون عندك حاجة اسمها توافر معلومات توافر معلومات عن الام الاب البيئة اهتماماتها توفر معلومات كتيرة جدا 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 بحيث ان انت يبقى عندك معلومات متوفرة تقدر على من خلالها تكون صورة زهنية خد بالك الحتة دي مهمة قوي في الخطوبات دايما الحقيقة في حاجة اسمها عناصر اغفال يعني مش بينة اللي هو ايه اول حاجة ودي نصيحة انا بقولها لأي انسان قبل ما يروح يخطب كمان جات في الوسط يعني ما تحاولش حضرتك تفرق ما بين المخطوبة وما بين اسرتها يعني انت لو بتحبها ومقتنع بيها مش كفاية لازم تكون مقتنع باسرتها كويس جدا ودي نقطة مهمة جدا ليه اول حاجة لان هذه البنت ما نشأتش بافكار لوحدها او انت شايفها بشكل معين لأ هي خارجة وغدة معظم الصفات من اهله فالنقطة دي لديم تراعيها اجي حاجة نمرة اتنين خلاص بعد ما اخدت المعلومات وكونت واصبحت عندك صورة ذهنية في مخيلتك لديم تبص النهاردة هل عاداتك وصفاتك هل متقبلة اقصد يعني الاسرة بتاعتها تتشابه مع اسرة حضرتك اوعي يكون مفيش قرب يعني انتو اعلى شوية هم اعلى شوية مش مشكلة انما الوضع الاجتماعي ده مهم جدا الحاجة الحاجة المهم جدا لديم حضرتك برضو تراعيها ان انت تكون صادق جدا انا بكلم عليك انت دلوقتي تكون صادق تقول الحقيقة لان دي عشرة مش بتاعي تعرفه بس لا ده الموضوع خطير جدا لان ده ارتباط هيتم سنين للعمر كله يعني وبالتالي لازم يكون عند حضرتك يعني حتة التخيل ممكن هيتم ازاي هقولك على حاجة صغيرة كده انا عامل حاجة اسمها دليل المقبلين على الزواج ولو سبت حضرتك نمريتك في الكنترول هقدر ابعتلك ده انا يعني عملته ونزل اسمه الدليل ده حقيقة حيحللك 85% من مشكلتك قبل الجواز وحيتبين لك التفاعل ده تعالي نتكلم بقى على اتيكيت التعامل ضروري جدا ان حضرتك تاخد هدية قيمة انت والوالد والوالدة وانت رايح الزيارة دي ولدم حضرتك تتكلم مع الاب والام بتوعك انت عن معلومات توفرها عن الاسرة التانية دي عشان يبقوا معاك في يوم من الايام وما يصطفوش بحاجة مختلفة بعد الارتباط تجميع المعلومات ده الحقيقة هو السر الاعظم لنجاح اي زواج وللأسف معظم المطلقين والمطلقات اللي وصلوا في مصر النهاردة لفوق 13 مليون شخص وحدة يعني جاية نتيجة عدم يا اختلاف الوضع الاجتماعي يا اما كان معلومات مش متوفرة خد وقتك وعمل اتصالاتك ووصل هات المعلومات شبه شبه الكاملة عمرك معنجيب معلومات كاملة والعلاقات طيب يا رب يكون وصلتلك حاجة معنا الاستاذ حسن اهلا وسهلا كنت عايز اعرف عليك يعني موضوع كده مش عارف الصرف فيه ازاي طيب هل ممكن تقولولي مختصر عشان طبعا وقت البرداني اه ماشا اختصرت الموضوع ان كنت مجوز وحس الضلاق واجوز تاني وحس الضلاق تاني لا بالراح عليه كنت متزوج وطلقت واجوز واحد تانية اه والتاني الجوز احس بعد سنانتين ثلاثة طلاق ومرضيش تقعده واجوز قبل العدة باسبوع وحيز كده وعملت مشاكل كثيرة كل ما خش مشوار جواز او كطوبة تبعت للناس دخيل وتفاركش لمشوار كطوبة وبعت سنة واثنين فعلى المشوار ونبعت على امامها وناسها وعلى اساس لاموها برضو مجدروش اتجوزت قبل العدة بتاع تاربع تيام واسبوع كده لا ما قصدش اقصد حضرتك اقصد حضرتك التانية يعني اه التانية اه التانية برضو في مشكلة برضو اه حصت مشكلة مش مشكلة ولا اي حاجة هي زي ما لقيت في شغل واجابو لها موظف واتجوزت وقالولو لها هي اللي مجاعدك بدن ما فيش حملة تانية وتوفق الوعد الحالة واتزوزت وكل ما خش في مشوار جواز تفركش المشوار هي تبعت ناس او تبلع كلام كتير يعني كويس وانت الوقت تاني يعني تاني واحدة كمان حصل كده اه 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 جعدت سنة وطنين في مشوار خبوبة وبرضو يتفركش كل ما خش المشوار يتفركش بسبب كلام هي كلام ناس اه لا اسمحلي اسمحلي حضرتك بس انا عايز اقولك على حاجة صغيرة في الحتة دي بالذات يعني بص انت حضرتك دخلت تجربة والتانية وبرضو يعني التجربتين حصل ان فيه مشكلات شوية اه اه مزرنتش على حاجة اه لا بص هقولك على حاجة حضرتك الحالة بتاعتك ديت طبعا دي ما تتقلش في تلفزيون اساسا دي لازم يكون فيها قعدة مع اخصائي متخصص جدا علشان يدرس خبتك انا انا بس انا اسف جدا اسمحلي انا هتكلم على حضرتك يعني هوطح لك الحتة ديت هكتب حالا حضرتك استاذ حسن هو هرد عليك بس انا معايا الاستاذ علاء هستقبل المكالمة بتاعته وارجع لحضرتك استاذ علاء ايه السلام عليكم وعلم سلام اهلا وسهلا ازاك يا دكتور حسام اهلا يا فندم اهلا بيك لا عمد دكتور يا فندم وانت بالصحة والسلامة الواد انا بفتح تلفزيون منتبع القناة تمام بس اعجابها يعني دخلت فول بداية انا معلش نقاشة انا ماخدش الحلقة من اولها اه بس انا عجبني فتريكة الكلام ان انت متقول الاتيكات بتاع زوجية وبداية الخطوبة وكده اه او انا دايما بلاقي اول البداية في الخطوبة واول التعارف بتوبة الدنيا حلوة وايزو متفل واربحتاش صح صح كده ليه الغلطات والحاجات اللي نستخبينها لتبنشغر بعد الجوال حاجة حاجة اصلة الموضوع بسيط في منتهى البساطة خالص دايما حضرتك قبل الخطوبة بيبقى المسيطر ناحية الاعجاب والصورة الزهنية اللي عند انسان متخيلها في الطرف التاني وما بيسالش عن اي حاجة في الدنيا خالص بعد كده لما يدخل واقع الحياة يبدأ يشوف كل حاجة عرف الناس ازاي يرتبطوا ازاي يسألوا عن الطرف التاني ازاي يشوفوا الشخصية اللي حيتبقى مرتبطة معاهم دول ياخدوا معلومات عنها انت النهاردة من وسط والطرف التاني من وسط تاني هي ليها عاداتها وانت ليك عاداتك انت في يوم من الايام ما اتعلمتش مثلا انا اسف جدا ان ازاي تاخد المعلومات قبل ما تاخد القرار الناس عاطفية شوية لما بيعجبها حد بتروح ناحية الاعجاب هو دا اللي بيسيطر انما لو سألت اي خاطب هي ايه علاقة الطرف الاخر بوالده ووالدته باصدقائه باخواته ما يعرفش ويمكن يكون عارف ودي مصيبة تانية وانا بقولها الحقيقة لكل انسان في مصر تحديدا يعني اوعى تختار وحدة هي بينها وبين اهلها مشاكل تعرف ليه اوعى تقول ان هي اللي الكويسة وهما اللي وحشين يبقى انت انسان مخطئ جدا وما عندكش فكرة خالص بس دكتور نموخز في جابعة الامر اتفضل مفيش حد بتستفج عليها الناس كلها دائما ولا بدي يبقى فيه اعراء مصطبطة مع البناء واراء مصطبطة ليه صح يعني انت محدش هيوافق مثلا عليك كل مش كل الناس هتوافق عليك ولا على اراءك اشكرك ولا على وجهة نظرك ولا كلامك ولا تصرفاتك في الحياة تعرف هقولك الى حاجة بص هقولك الى حاجة صغيرة حقولك على سر كبير انت خطبت ولا تجاوزت انا متجاوز بالثمان سنين دلوقتي معي رائع جدا هقولك على سر السر ده محدش هيقولك في حياتك كلها تعرف ايه يا اقولك لو كنت قبل ما تتجاوز كان عندك انت اساسا اهداف في حياتك كنت عايز تتحققها خد بالك كل انسان في الدنيا قبل ما يتجاوز لازم تكون عنده اهدافه الشخصية اللي عايز يحققها اهدافه دي لازم يكون كتبها لما يجي يتقدم لوحدة يعمل ايه تعرف يعمل ايه نعم يقول لها انا اهدافي اهيه هل تقدري انت تحققق لي اهدافي دي اهدافك بقى كلها اهدافك المادية والنفسية والعاطفية وغيره يكون كتبها واخد بالك عشان تبقى انسان عظيم جدا وتقول الستة التانية بتاعتك تقول لها ايه وانتي اهدافك من الجواز بتاعي انا ايه عشان اشوف اقدر احققهالك ولا لا تعرف السؤال ده والطريقة دي لو علمنا كل انسان قبل ما يتجوز ده والله لا تحلت اكتر من 90% من مشاكل المجتمع انا النهاردة بتجوز ليه اتجوز عشان احقق اهداف الستة بتاعتي ابقى راجل تازج طب واهدافي انا فين مين يا حق اهالي كويس معنا مين اه خلاص على الله كون وصلت للاستاذ علاء النقطة الاساسية وصلت له السر الاعظم الاستاذ حسن اللي كان يكلمني على قصة فك لك تضبطت بأكتر من مرة هو بص حضرتك دايما لاجم تشك مش ممكن ان يكونوا كل الناس فيهم مشاكل انا قاسف جدا قد يكون انت شخصيا عندك بعض المشكلات بس مش قادل تحددها قد يكون تصرفات قد يكون طريقة معينة انت معتقد في عاداتك واعتقداتك انها صح ويه قد يكون غلط تعرف لو اتغيرت عندك دي بقى الحقيقة مش محتاج انت مش هتعرف توصل لها انت محتاج فعلا اخصائي متخصص جدا بس انا عايز اقول لك حاجة مهمة جدا انت والجمهور كله الحقيقة فيه فرق يا جماعة ما بين اخصائي نفسي راجل دارس علم نفس وده تخصص اداب وده اللي معظم الناس محتاجه له وفيه تخصص نفسي يعني طبيب مخ واعصاب ونفسية ما تروحش لده لانه مش هتعرف يرد عليك خالص معظم الناس اللي عندها مشاكل بتروح لمخ واعصاب ما تروحلوش خالص مش هتعرف يرد عليك هو النهاردة عنده مشاكل بتحصل لك اكتئاب بتاعها هيديك ادوية مش هيحل لك حاجة خالص انت محتاج اخصائي نفسي دور عليه عشان تعرض له مشكلتك ويقدر يوصلك للحل فابسط ما يكون ده هيعمل حاجة بسيطة خالص هيعد لك بس ترتيب طريق تفكيرك مش اكتر من كده اوكي نكمل بقى معاكم في حتة البرتوكول والاتيكيت وعلى الله كمان قوله استاذ جورج قدرت ان انا ابين له نقطة مهمة جدا في حتة تكوين المعلومات قبل ما انت تروح ويمكن هكمل عليها برضو ضروري جدا تسمع منهم كتير قوي يا اخ جورج تسمع من الطرف التاني هم عايزين ايه وتقارب امكانياتهم اللي طلبينها معاك انت وبعد كده تقدر من حضرتك كمان تعمل حاجة جميلة جدا انك تشوف انت كمان تقولهم ان ليا واحد اتنين تتربعة اربعة خمسة ده ممكن يجي تاني مرة بعد ان هم هم الوالد والد عندك ويجوا ويقابلوا الطرف التاني ويعودوا والكلام ده كله انت حضرتك هتطلع بشوعة معلومات جميلة جدا مع توافر جميع المعلومات طيب انا قلتلك توافر جميع المعلومات انت اللي هتجيبها هم ما يعرفوش انصحك عشان مستقبلك وعشان تستمر حياتك على طول رائعة ضروري جدا هم قد ما يكونوش يعرفوا عنك اي حاجة انت تعمل ايه بلا باق وببساطة ما فيش ايه حاجة خالص لما انت بس تقعد معا وما تحتاجش والد والد ده عرفهم حياتك وطريقتك واسلوبك تعرف ليه مش مهم ان انت ترتبط بالبنت دي مش شرط اللي انت قررتها دي بدل مش هقدار يولبولك الكلام دي على مستوى البعيد انما انت محتاج اللي يعيش معاك على طول وما فيش حاجة اسمها الجمال هو اللي بيحكم بس اوعد فكر في كده الحقيقة الموضوع بتاعنا كبير وحيحتاج فاصل اسمحولي هكمل معاكم بعض الفاصل السلام عليكم ورحمة الله رجعنا مرة تانية عشان نكمل الموضوعنا كنت بكلمكم على الاتيكيت واهمية الاتيكيت تعالوا نشوف النهاردة لما نتكلم على احد عناصر الاتيكيت وهي اداب الاكل وانا برضو ارجو من الناس انها يعني انا مش بستعلي على حد لكن انا بعلم الناس دلوقتي ازاي يبقى فيه اداب يتعلموا اداب الاكل لو نتخيل النهاردة حد حط اكل يعني محطوط كده على صفرة على اي حاجة وحد ما كانتش اتعلم اداب الاكل وهو والحقيقة انا قلت كلمة مهمة جدا في البداية خالص قلت ان الاداب دي لازم تتعلم طيب اي انسان بتعلم من مين من بابا وماما طب بابا وماما لو ما تعلموش هي هتتنقل لي اوتوماتيك فواحد الانهاردة بيحط اكل فبيعمل ايه يجي يقطع العيش وياكل من اي حتة كده ويحط ايده كلها جوه الاكل كده حتة مهمة قوي هل لو حضرتك وانت كبير وعملت كده وما كنتش اتعلم اداب الاكل ديت خال وقعدت جنب حد متعلم اداب الاكل تفتكل لما تحط ايدك جوه الطبق بالعيش اللي انت بتاكله قدام الناس كده وحد تاني هيرضي ياكل من الطبق ده حيقوم ولو عنده هو طبق تاني مش هيقدر يشوف المنظر ده صح ولا غلط المشكلة فيه المشكلة محدش يتعلم ده انا بقول لك حاجات صغيرة علشان تكون انت ايه وعي طيب هل نعمل ايه لأ نعمل دي هقولها لك في الاخر تعال اقول لك حتة تانية كم اب وام كان عندهم اولاد وبنات الاب والام ده علم الابن ازاي تتعامل مع اختك ازاي النهاردة لما يحصل حاجة تخليها هي الاول عشان تتعود بعد كده تحترم المرأة اللي احنا شايفينه مخلفات في المجتمع جاية نتيجة مفيش حد علم الناس اداب الاتيكيت طريقة المش طريقة الاعدة عند دكتور ازاي ازاي نقدر ندي الفرصة للمرأة انها تاخد وضعها وهي قاعدة لما ندخل نيجي ندخل مترو انفاق نقل الستات بتجري جنب الرجالة والستات بيزحموا الرجالة بيزحموا الستات ويزقوهم ايه ده اي اداب دي الانت اوضح لكم حاجة مهمة جدا اكبر مشاكلنا في الحياة في كل حياتنا جاية نتيجة ان معظمنا ما تعلمش اداب واصول الاتيكيت اللي هي اداب التعامل مع الاخرين اللي ما اجا اقول لكم على حاجة مهمة جدا برضو لما نشوف الناس كل واحد مننا ممكن يغلط غصبا عنه في حد اخر في زوجته في حد في العمل في اي حاجة سؤال مهمة جدا هل في واحد مننا درس وتعلم منص صغره اداب لاعتذار اهو ده في اصول في التعليم ايتيكيت لاعتذار تصدقهم ان انت تعترف بخطأك يبقى انت انهار ده شخصية عندها مشاعر واقع حسيس وبالتالي بسرعة ادركت ان انت غلطت في الطرف الاخر تعمل ايه بقى انت متعلم ازاي توجه لاعتذار لاعتذار ليه وصول انا طبعا حجم الحلقة يعني ما يدينيش فرصة اعطاش رح ده بالتفصيل لان ده كامل بيبقى معايا صور وفيديو وحاجات زي كده طبعا محتاجة تفصيلي بس انا بديلك الخيط علشان لو حبيت انت تتعلم تاني او تعلم ولادك الكلام ده يمكن انا في بعض مراكز التدريب بلاقي كلام لكن ملوش اسلوب تدريبي محترف لكن فيه اماكن حقيقة وممكن تطلع عليها وممكن نعمل حلقة او اثنين وثلاثة نتكلم فيها القصة دي لان انا اعتقد المجتمع في حاجة اليها جدا لما اجي اقول لك على حاجة مهمة او اقول لك ايه كل حاجة في حياتنا فيها اتيكيت تعرف ايه حتى لبسك في حاجة اسمها اتيكيت الملابس ازاي تلبس متناسق عشان الناس لما تشوفك ما تحسش ان انت شاز هقول كلام ما حادش يزعل مني فيه واحد تلاقيه النهاردة لابس بدلة وجرفطة قاسف جدا ولابس في الحزاء بتاعه كوتشي مثلا او حاجة يعني اسبور خالص كده ما نفعش طيب معنا ام محمد من الجيزة اهلا بيك يا فنر يا مساء خير حضرتك يا مساء الجمال يا عمي كل سنة وحضرتك طيب وانت بالصحة والسلامة لو سمحت انا ايه اختي يعني معاها ابنها ام روح دار سنة مستعر مش عارف ايه تعمل معاها طريقة الاتيكات دي منت هي عندي تماما يعني في التعامل في الكلام في كل حاجة وهي تعبت معاها طبعا وبيشتمها يعني وميدي ايده عليها ويدربها وهي حضرتك مش عارف ايه تعمل معاها لحد ما هي بتعيط في منكتر العموال البتات يعني معاها الله يكون فهونا واتمحوا وليك بيتبعه يعني انه يعمل معا امه كده وهي مش عارف تعمل ايه معاها تمام خلاص ممكن ارد عليك طيب بص حضرتك قد يكون كلامي اللي انا هقوله ده مش زريف شوية لكن هي حقيقة لا يوجد لا يوجد ابن او بنت وصلت لحد عشر سنين بدون ما يكون في حاجة اسمها تربية احنا عادين نفرق من حاجتين التربية والرعاية التربية لها اصولها وادابها وحاجات كتير قوي لو الانسان ما خلناهوش يتعود على اصول التربية لحد عشر سنين بعد كده وده مش عند حضرتك بس كل الاصر المصرية على الاطلاق هيحصل خلاف ما بين الاب والام واي ابن وصل لحد عشر سنين فيما فوق مش عندكم انتم بس تمام اتفقنا اذا حضرتك النهاردة مش هتقدري ولا غيرك لازم النهاردة يحصل حاجة واحدة اخصائي نفسي يدخل علشان يرجع للابنة والبنة تتاوت ثقة في نفسه اولا نمونا اتنين يرجع ثقة للاب والام ومعاه يعني هم يرجع ثقة ما بينهم ومونا اتنين ده لديم يكون فيه اخصائي نفسي معاهم في الحيطة دي ده للاخت ام محمد عشان تعرف والناس كلها تعرف ان اي انسان هيوصل لهذا المستوى معايا حد طيب نكمل بقى نشوف تاني فيه ايتيكيت تاني اسمه ايتيكيت الهداية يعني حضرتك النهاردة وانت رايح لحد ما تختارلوش هداية بتعجبك انت انت تدور على هو بيحب ايه وتروح وتسأل وتروح تجيبها له وللأسف الشديد ناس كتير جدا بتترفض هدايا او ما بتهتمش بهدايا ليه لان انت جبتها على اسلوبك انت فيه عندنا حاجة تانية برضو حاجة اسمها ايتيكيت المقابلة الاولى اول مرة هتقابل حد بنسميها الانطباع الاول تعرف حضرتك النهاردة لازم تكون واخد بلك من شخصيتك من طريقة كلابك من اسلوبك علشان كل البشر في المقابلة الاولى بيحكموا على المقابلة الاولى والانطباع الاول فالنهاردة مثلا على سبيل المثال دكتور في الجامعة داخل لأول مخاضرة هيقابل فيه هالطلبة لو انت جاي متنرفز او متدايق او 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 وعملت اي تصرف الانطباع الاول ده هو اللي بيتزرع جوه في العقل وحتى لو حبيت تصلح بيبقى صعبة قوي عليك وبالتالي هتبقى مشكلة كبيرة جدا موضوع الايتيكيت دوت موضوع كبير جدا ومحتاج من حضراتكم ان انتم تدوروا على اصوله لان اي واحد من قصرتكم حيطلع بدون ما يتقاهل في الايتيكيت ده حيواجه مشاكل كتيرة جدا في حياته انا منصحكم كلكم اتعلموا ايتيكيت تتصلح كل حياتكم بكده اكون انهيت حلقتي النهاردة اتمنى انها تكون عجبتكم وان شاء الله نوعيدكم بحلقات تانية منكلمكم عن الموضوع دوت عشان نقدر نفيدكم اكتر شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته